تنظم إلينا من بيروت كلودي أبي حنى مراسلة الغد إذن كلودي هناك نصب لخيام بساحة الشهداء وأيضا تجمع للمحتاجين ما الذي يطالبون به في هذه الاحتجاجات وعلى ماذا هم ينوون هذه المرة هذا التجمع يبدو أن له أكثر من هدف في البداية وقبل حوال ساعتين من الآن بدت المحابلة واضحة من أكثر من مجموعة من ضمن حراك 17-20 لإعادة استنهاد الشارع ودعوة الناس للنزول إلى الساحات باعتبار أن الضغط الشعبي والتعبير عن الغضب والاحتقان الكامل في النفوس سيساعد على اشتراح الحل السياسي في لبنان وعلى الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة والتي تزداد ترديا والتي يعاني منها كل اللبنانيين من دون استثناء ولكن بعد هذا التجمع والقاء عدد من الكلمات انتقل المحتجون إلى مرفأ بيروت لإعلان تضامنهم مع أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت ومن بعد هذه الوقفة انقسموا عدد منهم توجه إلى مصر في لبنان وعدد آخر توجه إلى قرب البرلمان والآن ومنذ دقائق من الآن بدأت أعمال الشغب قرب البرلمان يبدو أن هناك عدد من المحتجين الذين أتوا من مدينة ترابلس شمال لبنان هم يقرعون على الأبواب الحديدية للمجلس النيابي ويرشقون من وراء هذه الأبواب بالحجارة ويحاولون أن يفتحوا هذه الأبواب أو أن يخلعوا هذه الأبواب في محاولة للدخول إلى البحات الداخلية للبرلمان اللبناني علما أن العدد محدود وتجدد أعمال الشغب بهذه الطريقة دفع بعدد من العسكريين المتقاعدين الذين كانوا يشاركون في هذه الوقفة وفي هذا الحراك إلى الانسحاب من أمام البرلمان اللبناني في أي حال اليوم كانت محاولة جدية من مجموعات في حراك 17-20 للعودة إلى الساحات وهم نصبوا خيمة لأنهم يريدون أن يجعلوا التحرك مركزيا وإذا ما كان هناك نقطة مركزية للحراك الشعبي فهذا قد يساعد على عودة الناس على عودة الأكثرية الصامتة إلى الساحات وإلى الشوارع وأذكر بأن الدولار قفز قفزة جنونية اليوم بلغت أكثر من ألف ليرة لبنانية حيث وصل السعر إلى 12.500 ليرة لبنانية وهناك احتجاجات في مناطق أخرى غير بيروت وقطع للطرقات أبرزها قطع طريق الدمور باتجاه الجنوب وهذا الأمر أدى إلى زحمة سير خانقة شكرا جزيلا لكي كلوديا بحن مراسلة الغد من بيروت شكرا جزيلا لكي كلام ترجمة نانسي قنقر